لا يزال الشرق الاسيوي يشهد كبرى عمليات الاضطهاد على اساس العرق والدين في العالم المتحضر ضحيتها مسلمون روهينغا والجاني ميليشيات ميانمار التي تقود حربا بوذية ضدهم اضطهاد بكل انواع واساليب الجريمة لمن تبقى في اقليم اركان والقسم الاكبر يوقاس رحلة النزوح المريرة في مخيمات بنجلاديش المجتمع الدولي الشاهد الغائب ما يزال يندد ويستنكر ويكتفي اخر الردود الدولية كانت دعوة لمحاسبة الجنرالات الذين يقودون حملة الابادة ضد مسلمين روهينغا اطلقها رئيس منظمة رصد الابادة الجماعية جريغوري ستانتن خلال مشاركته بمؤتمر الحماية والمسؤولية في ميانمار والذي عقد بمدينة نيويورك الامريكية ستانتن دعا الى اقامة محاكم دولية من اجل محاسبة المتورطين في احداث الابادة الجماعية وشدد على ضرورة ان تقود حملة المحاكمة دول لها ثقلها السياسي وتأثيرها كالولايات المتحدة وكندا واخرى تمثل قارات العالم اجمع كالارجنتين والسانيغال وماليزيا رغم تلك الدعوات لا يزال قادة ميانمار مصرين على براءتهم من ارتكاب تلك الجرائم التي شهدها العالم بالصوت والصورة حيث قدمت حكومة ميانمار تقريرا للامم المتحدة نفت فيه كل التهم الموجهة لها في سياق الابادة التي يتعرض لها مسلمون روهينغا منظمة هيومن رايتسووش فندت تقرير حكومة ميانمار جملة وتفصيلا واكدت بالادلة القاطعة قيام الميليشيات البوذية باعمال اغتصاب وقتل وجرائم مروعة وكلها تنفذ بدافع العنصرية والتعصب مأساة متواصلة منذ عدة عقود وعاش الاحفاد تجربة الاجداد المرة واصبحت تلك القضية في دائرة الاجماع الدولي على ان مسلمين روهينغا اكثر المتهدين عالميا على اساس الدين لكن مسلسل الجريمة مستمر وليس للمجتمع الدولي كعادته حين يكون الامر متعلقا بشعوب المسلمين الا التعليق والتعبير عن القلق